السلام عليكم ورحمة الله هنعمل النهار ده يا حبيبي شوية مخلل كده على السريع من اللي بيتاكله تاني يوم مش بيتاكله بعد ساعتين يا جماعة بيتاكله بقى تاني يوم حضقهم مظبوط على الشعرة مش حادق زي اللي بنشتريه جاهز وفيه سنة الارمشة الرهيبة دي يا جماعة بسم الله هنشوف الخطوات والطريقة بمنتسه لحبيبي المخلل اللي بيتاكل بعد ساعتين بيبقى مسلوق يعني ما بيبقاش فيه ارمشة وبيبقى ماي ماي طريقة والخطوات هتاكلوا احلام ارمش يتاكل تاني يوم بسم الله انا معاي ربع كيلو فلفل زي ما انتم شايفينه كده قطعته اي فلفل موجود عندكم في التلاجة برضو ربع كيلو من الخيار لو عندكم جزر حطوا جزر بس قطعوه شراح رؤيئة جدا ومعاي ربع كيلو لمون بسم الله في مياه بتغلي كده هبدأ اغلي اللمون ده اسلقه سلق كامل مش نص سلق انا هسلقه سلق كامل يا جماعة عشان احنا هناكله تاني يوم بعد ما يتسلق سلق كامل هحط وهسيبه في شوية ميا لغاية ما جهز طلبات المخلل بسم الله على الناره هو زي ما انتم شايفين وانا عايز اللمون يطري جدا عشان المرارة تروح منه يا جماعة بعد ما يطري خالص هصفيه في مصفة وحطه عليه في طبق زي ما انتم شايفين ده شوية مياه واركنه كده شوي عشان ما بقاش فيه اي سنة مرارة بسم الله طريقة سهلة جدا يا جماعة وتاني ما بنكلوش بعد ساعتين بنكلو تاني يوم يعني انا عملته الظهر تاني يوم الصبح كاننا منه كان اكتر من رائع يا جماعة وكان فيه سنة الارمشة والحود بتاعه مظبوط وبخلله بملح خشن يا جماعة بسم الله احط اربع كبايات من المية مية من الحنفية وده الملح الخشن كل الكباية قد مج الشاي بتاخد معلقة ملح خشن مليانة عرفتم مقدار المخلل يا حبيبي بسم الله وهرفعها على النار عطت معلقتين وقادي معلقتين على اربع كبايات اللي هي الكباية بتاعة الشاي اللي موجودة في كل بيت وقادي هارست الشطة ما عندوكوش هارست الشطة قرنفلف الأحمر دقوه كده وحطوه في المي وقادي العصفر والحبة السودا حطوه من كل حاجة اما معلقة كبيرة او معلقتين براحتكم جدا طيب مش عايزين تحطو حبة البركة ولا العصفر ما تحطوش عادي لو مش متوفر عندوك ما تجبوهوش ولا تحطوهم بسم الله بعد كده المية بتبدأ تغلي بسم الله بقلب بديها تقليبة وبعد كده بطفي عليها بص يا جماعة طفيت عين البتجاز زي ما انتم شايفين يعني دوب غلت قلبة قلبتين وبطفي عين البتجاز بسم الله لو في جزر انزلوا بالجزر الأول بسم الله انزلوا بالجزر في المية دي وسبوئي مت خمس دقائق في المية السخنة دي بسم الله ما فيش جزر هنشوف بقى كده بسم الله قادي اللمون انا قلتلكم حبابي اللمون سلقته سلق كامل وبعد كده حطيته حوالي ساعة في المية او ساعتين بعد كده بنزل بالفلفل بعد كده بنزل بالخيار وبعدين بدي الحاجات دي كلها كده تقليبة حلوة عايزين تبشروا جزر تحطوه عايزين تعملو شراح رؤياء كده بمبشرط الشبسي اوكي كل الحاجات دي بتقوم مع بعض تستوي سوى واحد قلتلكم تانية حبابي انا حكالت منه تاني يوم وكان مقرمش وحضقوا على الشعر مزال بنشيري الجهز خالص يا جماعة بسم الله نحط الخليط الحلو اللي انا عملته ده وكل مج منه مج الشاي ميا عليه معلقة كبيرة من الملح الخشن الملح الخشن ده جماعة بطلع المخلل رائع جدا حتى لو خللته بيل في سيخ والسردين بيطلع بصوا الحاجة حطقها مظبوط على الشعر بسم الله بعد كده بحط ربع كبات زيت كده على الوش وبغطيه لو فيه مثلا كيس بلاستيك بتحطوه وتغطوه بالمنظر ده ممكن كمان لو ما عندكوش علب ممكن تخللوه في كياس حواريكو دلوقتي المنظر كياس بلاستيك زي ما انتم شايفين في الطبقة كده كان مخلل يا جماعة حطقه مظبوط ومقرمش ورائع وبيتاكل تاني يوم مخلل يا جماعة سريع وبسم الله ما شاء الله كان روعا يا جماعة والسلام عليكم ورحمة الله